سجلت مديرية الحمية المدنية لولاية قلماء منذ بداية موسم الحصاد إلى غاية يوم أمس ما مجموعه 60 حريق فيما يخص حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية هذه الحرائق أدت إلى إتلاف ما يقارب 142 هكتار من المحاصيل الزراعية قمح صلب قائم ولي قائم إضافة إلى 19 هكتار من الأحراش والأدغال هذا بالإضافة إلى إتلاف حوالي 280 شجرة مثمرة بين الزيتون وشجرة مثمرة مختلفة و2900 حزمة تبن بالإضافة إلى 144 صندوق ميناء النحل